فيه إشعاعات كتير عن الـ ADHD الأطفال المصابون بفرط الحركة وضعف الانتباه يحتاجون للتربية والحزم لا هناك اعتقاد خاطئ مع أنه شائع لأن الأطفال المصابين بفرط الحركة وضعف الانتباه هم أشخاص كسالة غير مهتمين بما يحدث حولهم ينقصهم التربية والحزم أبدا هو صعب لهم فهم الغاية من كل أمر وفهم ماذا يحتاجون أن يفعلون وتنظيم أفكارهم وكيف سيبدأون بالمهمة ويستمرون فيها مع صعوبة الاحتفاظ بالتركيز لإنهاء المهمة أو إنهاء الحوار فكل اللي هما محتاجينه هدوء واحتياج إلى تنظيم الأفكار وتقسيم المهمات وتوضحها بصورة فاضحة مما يجعل الأمر أكثر سهولة إشاعة تانية الصبيان والأولاد فقط هم من يصابون بفرط الحركة وضعف الانتباه أبدا يمكن أن يصاب كل من الأولاد والبنات بإطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ولكن من الشائع أن تشخيص الفتيات يتم بصورة متأخرة عن تشخيص الأولاد لنفس الصعوبات وأيضا بسبب أن الصعوبات بتظهر بصورة مختلفة في الفتيات عن في الأولاد في الأولاد بتظهر في صورة حركة وصوت عالي وضرب وخناء بينما في الفتيات بتظهر بصورة ضعفة في التركيز من غير فرط حركة جامد لكن ممكن أكل في الأضافر تحريك رجلين رسم بشدة أو بعصبية في وقت صعوبة التركيز لكن التشخيص بيحدث للتنين وينبغي أن نبقي هذا في زاكرتنا أن البنات تشخيصهم بيختلف لكي لا نفقد القدرة على تشخيص البنات مما يسبب مشاكل نفسية لهم فيما بعد هناك اعتقاد أن التراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن رؤيته أو يمكن تشخيصه إذا عملنا تصوير بالأشعة على الدماغ أبدا لا يوجد أي فحص دم أو اختبار أو مسح دماغي يستطيع أن يقول على وجه اليقين أن طفل معين مصاب بالتراب فرط الحركة ونقص الانتباه لأنه تشخيص يعتمد على التقييم النفسي والوظيفي للطفل وليس على شيء حدث في المخ على المستوى العملي لكنه فقط في شكل الوظيفة وكيف يتصرف الطفل وكيف يؤثر هذا التصرف على الأداء الوظيفي له في المدرسة أو في البيت إشاعة أخرى سيصبح طفل مدمنا إذا استخدم أدوية علاج فرط الحركة وضعف الانتباه أبدا رغم أن هذه الأدوية تصنف كأدوية منشطة وتصنف تحت جدول المخدرات ولكن الجرعة المسببة للإدمان أعلى بكثير بالمقارنة بالجرعة التي يستم استخدامها في علاج اضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه لا يوجد خطر من الإدمان بل أن الدرشات أشارت أن استخدام هذه الأدوية بالجرعة المحددة وفي الوقت المحدد يقلل من خطر الإدمان في المستقبل إذا لا يحتاج المرء بعدها اللجوء إلى المنشطات واستخدامها بطريقة خاطئة تسبب الإدمان إشاعة أخرى يحتاج كل الأشخاص المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه إلى تناول الدواء لا بالنسبة للأطفال الذين يعانون من فرط الحركة ونقص الانتباه الخفيف يحتاجون فقط المزيد من الدعم والتكيفات في المنزل والمدرسة وهذه قد تكون كافية جدا في حالة الاضطراب الخفيف في حالة الاضطراب المعتدل أو الشديد تكون هذه التدخلات غير كافية ولذا يوصى بالعلاج الدوائي التكميلي قد يكون العلاج الدوائي مكملا للدعم ولكنه لا يغني عن الدعم نحتاج مازلنا نحتاج إلى الدعم والتكيفات في البيئة اليومية المدرسة والبيت بالطفل وحتى نبالغون قد يحتاجون للأدوية ولكنهم يحسنون تعاملها بحسب احتياجهم عند وصولهم إلى مرحلة النطج مركز رعاية الأطفال سوسيال شانستن حياخد مني أطفالي لو هم عندهم تشخيص أبدا سوسيال شانست مركز رعاية الأطفال لا يأخذ الأطفال إلا إذا كان الوضع خطير جدا إذا قيمت الخدمات الاجتماعية أن طفلك معرض للأذى فإن مهمتها هي معرفة المساعدة التي يمكن تقديمها للطفل والأسرة لضمان حياة أفضل للطفل على العكس إذا كان الطفل يحتاج للتشخيص ولا أحد يفهم هذا في محيط أسرته فإن الاحتكاكات المنزلية هي من تسبب تدخل الهيئات الأخرى زي السوسيال شانست في أخذ الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر